مرحبا تحيياتي لجني في المدن المزدحمة بالناس في المدن المزدحمة بالضوضاء والتعب بات في هذا العصر على الإنسان وأسواء كان هذا الإنسان رجلا أو إمرأة أو حتى أحيانا طفلا بات على الإنسان أن يتعب وأن يعمل طبعا من أجل تأمين قوط يومه ومعيشته بات على الإنسان في خضام عصر السرعة والقسوة وغياب التعاطف أن يعمل ولا فرق هنا بين مهنة وأخرى المهم أن تمنحه شيئا من الخبز وربما القليل من الفرح والسعادة وعلى الرغم من صعوبة بعض المهن إلا أنه على المرأة تحديدا أن تأخذ المبادرة وأن تنزل إلى ميادين العمل لتحقق ذاتها أولا ولتأخذ دورها في الحياة العملية إلى جانب الرجل ثانيا فالمرأة ليست مجرد عالة ليست مجرد حمل ليست مجرد شيء جميل ليست مجرد غزالة جميلة صح التعبير أو قمرة للتغني به أو كائنا إنسانيا ما يعني وجد فقط من أجل أن يمنح شيء من البهجة والمتعة وحتى شيء من الأطفال للرجل ليست كائنا إنسانيا تنحصر أو ينحصر كل دوره في هذه الحياة في مسألة أن ينتظر الفارس الذي سيأتيه بالرغيف والأغاني وأباقات الورود لا على المرأة أن تغير هذه الصورة النمطية عليها أن تعمل في شتى المهن سواء المريحة أو حتى المرهقة عليها أن تشارك وأن تكون موجودة متواجدة في سائر القطاعات لكي تمنح نفسها بنفسها الرغيف والأغنية وباقة الورود ولكي لا تبقى تنتظر الفارس الموعود الذي قد يأتي وقد لا يأتي هذه هي الرسالة الأساسية التي صبغت أغلب أعمال الكاتبة والأديبة النسوية والشاعر الفرنسية فيكتوريا تيران فيكتوريا تيران المولودة في مدينة مرسيليا في فرنسا في سنة 1937 وأعمال فيكتوريا بأغلبها مستوحات من رحلة حياتها وهي التي بدأت بالكتابة في سن الثالث عشر تقريبا ورغم رفض الناشرين في حينه لعدد من القصص التي ألفتها إلا أنها ثابرت آمنت بموهبتها آمنت بنفسها وبالتالي استمرت في الكتابة وفي نفس الوقت بدأت بمزاولة بعض المهن من أجل تأمين المعيشة فعملت كممرضة في مرحلة أمام حياتها وحتى أنها عملت كصائقة تاكسي في مرحلة أخرى من حياتها وهكذا إلى أن جاءت سنة 1974 في هذه السنة تم نشر رواية لفكتوريا تحت عنوان ويعني تم إصدار هذه الرواية أو نشر هذه الرواية بمساهمة أساسية من دار إصدارات النساء أو إصدارات نسوية وهي دار نشر فرنسية أسست في باريس في حوالي عام 1972 من بعض النسوة أو من بعض الناشطات في المجال النسوي وطبعا كانت تهتم بنشر الأعمال التي تكتبها النساء من أجل النساء وفي الواقع كانت رواية هوستو بلوز لفكتوريا كانت ومازالت ربما أكثر رواية مبيعا في تاريخ هذه الدار وطبعا الرواية غير مترجمة إلى العربية وهي على شكل يوميات لممرضة تعمل يوميا لحوالي 12 ساعة وطبعا تحاول أن تقف في وجه الاستغلال الذي تتعرض له سواء على المستوى النفسي أو الجسدي وطبعا استوحد في تاريخ هذه الرواية كما قلت من عملها ولفترة ليست بالقصيرة كممرضة بعدها طبعا توالت أعمال فيكتوريا تيران فنشر اتباعا عددا من الأعمال التي تنوعت ما بين القصة والرواية والشعر والمسرحية كمثل درج السعادة باستيان تحت القنابل مع شارلوت الأنسة التي تزرع الحب اختفاء بابت المحققة ليزي ويعني غيرها من أعمال طيب هناك رواية لفكتوريا تيران أيضا كتبتها من واقع ممارستها لمهنة صائقة تاكسي وتسرد في داخل الرواية طبعا عدد كبير من الحكايات والمواقف التي عاشتها وعانتها وهي تعمل كصائقة تاكسي في شوارع العاصمة الفرنسية باريس فتبدأ الرواية وتبدأ فيكتوريا بسرد تلك المعانات التي عاشتها وهي تحاول أن تتحصل على رخصة على إجازة لممارسة هذه المهنة التي عادة ما تكون من اختصاص الرجل وتسرد لنا كيف أنها تعرضت للتنمر ولمحاولات إعاقة إعاقة لعملية إصدار الإجازة وكيف أنها احتاجت مثلا إلى بذل جهود مضاعفة بسبب الشروط التي وضعت أمام حصولها على الإجازة وهكذا وبعد معانات لمدة ثلاثة أشهر وبعد إجراء الامتحان الصعب نظريا وعمليا تقول فيكتوريا حست على الشهادة نلت الشهادة ومباشرة نزلت إلى الشارع لأعمل كصائقة تاكسي طبعا تبدأ بعد ذلك بالحديث وبشكل مذهب عن هذه التجربة وكيف أن هذه المهنة بالتحديد هي عبارة عن عالم آخر عالم مصغر عالم معقد لكنه في نفس الوقت بسيط وسهل وأصريح جدا وتتحدث خاصة عن تجربتها مع الناس مع الركاب هؤلاء الذين أحيانا يفشون بأسرارهم ويتحدثون عما في دواخلهم فقط لصائق التاكسي طبعا على الاعتبار أنه إنسان غريب إنسان غريب بلا اسم بلا تاريخ بلا عنوان فما هي إلا ربع ساعة أو أقل فلما لا نتكلم بصراحة لما لا نزيح هذا الرابط على صدرنا فهذا الإنسان هو مجرد إنسان سنكون معه لمدة ربع ساعة مثلا وبعدها لن نراها أبدا فتصف لنا فيكتوريا يعني الكثير أو تتحدث لنا أو تسرد لنا الكثير من هذه الأسرار الموجودة عند الناس والتي تعبر في نهاية الأمر عن معاناة عن هم عن هم موجود وراء كل تلك المظاهر الخداعة فتصف لنا فيكتوريا كيف أن كل إنسان يخفي وراء المظهر الخارجي الكثير من المتاعب والأحزان والألم في داخل أعماق نفسه كإنسان هذه الأحزان التي يعني تتضح أكثر وتظهر أكثر فأكثر في الليل تحديدا عندما يلجأ الناس طبعا في محاولة لتناسي الأحزان والمتاعب والهموم والألم فيلجأون إلى الحانات إلى أماكن اللهوة المختلفة من أجل إخفاء أو من أجل نسيان كل هموم ومصاعب الحياة فتتحدث فيكتوريا عن هذه جزئية قائلة وما إن يصعد أحدهم إلى التكسي حتى يبدأ بالكلام عن همومه عن متاعبه عن أحزانه وحتى عن أكثر مشاكله الشخصية حساسية وبعدها يبدأ بطرح الأسئلة الشخصية والاستفسارات التي لا مبرر لها أبدا ولا جدوى منها في خضم هذه الثرثرة للقصيرة الأجل والتي ما هي إلا عملية قتل للوقت والأعصاب أيضا في داخل الرواية تتحدث فيكتوريا وابي إسهاب يعني كما تحدثت عن فترة الليل أيضا يعني تفرد مساحة واسعة للحديث عن فترة الصباح الباكر بوصفه وجه آخر لمعاناة الإنسان وجه آخر لوجه الليل فتصف لنا كيف يحتشد الناس كيف يحتشد الألاف من الطلاب والعمال والناس الذين تمتلئ بهم الشوارع في كل صباح طبعا في خضم عملية روتينية كئيبة جدا ومع ذلك تحاول فيكتوريا أن تقول أنه رغم المعاناة الحادة ورغم ظروف العمل الصعبة جدا ورغم الحياة القاسية التي باتت المرأة مضطرة فيها للعمل وكما قلت في سائر القطاعات وفي شت المهن إلا أن هذا العمل برأي فيكتوريا مطلوب هذا العمل مطلوب من المرأة هذه التجربة مطلوبة من المرأة كي تحقق المرأة ذاتها كي تستطيع أن تحقق ذاتها وأيضا هذا العمل مطلوب وهذه التجربة مطلوبة كي لا تضيع الحياة من المرأة كي لا تصبح المرأة على هامش الحياة ومن أجل أن لا تصبح الحياة من أجل أن لا تصبح ذات الحياة مجرد انتظار وكي لا يصبح الإنسان بشكل عام ربما مجرد ميت على قيد الحياة وشكرا وإلى اللقاء